بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أبنائي وبناتي طلبت الصف الأولي الابتدائي أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية ودرسنا اليوم هو اللام الشمسية واللام القمرية ما معنى اللام الشمسية واللام القمرية هل الشمس لام والقمر لام؟ هيا سنعرف معا من خلال هذه القصة الجميلة التي سأحكيها لكم الآن في مدينة الحروف كانت هناك أختان توأمتان هي اللام الشمسية واللام القمرية اللتان يأتي قبلهما حرف الألف وكانت تحبان اللعب مع الحروف الأبجدية فيأتي الحرف بعد اللام ويكونوا بعض الكلمات ولكن في يوم من الأيام تشاجرت اللامان فكل واحدة منهم قررت أن تأخذ كل الحروف لنفسها وتترك الأخرى فتدخلت ساحرة الحروف حتى تنهي الخلاف واستطاعت حل المشكلة بأن أعطت اللام الشمسية 14 حرف واللام القمرية 14 حرفاً أيضاً وهم أخذت اللام الشمسية حروف ثم أخذت اللام القمرية وكما تلاحظون أن الشمس أخذت كل الحروف التي تشبه بعضها أي أن التاء والثاء يشبهان بعضهما والدال والذال أيضاً والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والضاء إلا اللام والنون أما اللام القمرية فليس لها فيها حروف متشابهة كثيراً إلا الجيم والحاء والخاء والعين والغين والفاء والقاف ثم وأصبح لكل لام شروط مختلفة عن الأخرى وسنتعرف على شروط اللام الشمسية واللام القمرية لاحقاً ولكن سأعطيكم مثالاً الآن على كلمة لللام الشمسية وكلمة لللام القمرية مثل كلمة الشمس الشمس هذه اللام شمسية أما اللام القمرية القمر الآن سنتعرف على اللام الشمسية وماذا حدث لها اللام الشمسية أصبحت بعدما أخذت الأربعة عشر حرف أصبحت تكتب ولا تنطق تكتب ولا تنطق ما معنى ذلك؟ إنها نراها مكتوبة في الكلمة ولكن لا ننطقها مثل كلمة الشجرة الشجرة هل سمعتم حرف اللام؟ هل وجدتم حرف اللام في هذه الكلمة؟ هيا ننطقها معاً ثوياً مرة أخرى الشجرة ليس بها حرف اللام ما هذا؟ إن اللام وكأنها غير موجودة سأقول لكم لماذا لأن الشمس كانت حارقة جداً كل الحروف التي تأتي بعد حرف اللام يشتد عليها حرارة الشمس فيجعل اللام تختفي ولا تنطق لأن الشمس شديدة الحرارة عليها فتختفي حرف اللام حتى لا تتأثر بحرارة الشمس أما اللام القمرية فهي لام جريئة وتنطق اللام القمرية تكتب وتنطق هيا نرى في هذا المثال القلم ما هذا؟ لقد نطقنا حرف اللام الذي أتى بعد حرف الألف مباشرة أل لا القلم اللام القمرية تكتب وتنطق فالقمر لطيف ولا يحرقها مثلما أحرقت الشمس اللام الشمسية اللام القمرية القمر لطيف عليها هيا الآن نرى بعض الملحوظات على الحروف على اللام الشمسية وعلى اللام القمرية أو الملحوظة لدينا أن حروف اللام الشمسية دائما مشددة دائما مشددة ما معنى ذلك؟ هل تتذكرون في الدرس السابق الشدة؟ كل الحروف التي تأتي بعد حرف اللام الشمسية مباشرة عليها شدة ما معنى ذلك؟ هيا نرى هذه الأمثلة مثل كلمة التفاح هل سمعتم حرف اللام؟ لا لا يوجد حرف اللام في هذه الكلمة هو موجود كتابة فقط ولكن لا ينطق ولكن إيه؟ لا ينطق أحسنتم جميعاً والحرف الذي جاء بعدها هو حرف التاء لديه شدة لماذا وضعنا عليه شدة؟ قلنا لأن الشمس حارقة جداً اشتدت الحرارة على اللام فاختفى صوتها واختفى صوتها واشتدت على التاء فوضعنا الشدة فوق حرف التاء هيا نرى الكلمة الأخرى هيا نرى الكلمة الأخرى الدجاج عفوا الدجاج الدجاج هل سمعتم حرف اللام؟ لا لا يوجد حرف اللام هنا هو مكتوب فقط ولكن لا ينطق إنها لام شمسية والدال أيضاً مشددة الحرف الذي أتى بعد حرف اللام أيضاً مشددة التمساح التمساح هل سمعتم أي صوت لام؟ لا لم نسمع ولكن حرف اللام مكتوب بالفعل ولكننا لا نسمعه لقد أحرقته الشمس وشددت الحرف الذي أتى بعده شددت الحرف الذي أتى بعده ألا وهو حرف التاء بعد ذلك كلمة السقور السقور حرف الصاد عفوا حرف الصاد عليه شدة واللام أيضاً لم تنطق السمكة السمكة أيضاً السين مشددة واللام لم نسمع لها صوتاً الثيران الثيران الثاء مشددة ولم نسمع صوت حرف اللام هيا الآن نتعرف على ملحوظة لاللام القمرية اللام القمرية تأتي ساكنة وحروفها متحرجة ما معنى ذلك؟ هيا نرى الأمثلة مثلاً كلمة الغراب الغراب هل سمعتم حرف اللام؟ نعم جميعاً سمعناه حرف اللام هنا موجود بالفعل صوتاً وكتابة سمعناه في صوته وأيضاً رأيناه وهو مكتوب ولكن القمر لطيف جداً ولكن جعل حرف اللام ساكن وهادئ ساكن وهادئ فنجد على حرف اللام السكون والحرف الذي أتى بعدها عليه حركة اللي هي الضمة نرى مثلاً آخر الكتاب الكتاب هل سمعتم حرف اللام؟ ها نعم أنا سمعته أيضاً الكتاب اللام ساكنة وهادئة أما الكاف متحركة وعليها كسرة الورق ها هل سمعنا حرف اللام؟ ها من الذي لم يسمعه؟ أنا سمعته الورق اللام عليها سكون واللواو التي أتت بعدها هي مفتوحة أي متحركة الماء الماء اللام ساكنة والميم متحركة إذن في كل ما سمعناه اللام تنطق اللام دائماً في اللام القمرية تنطق المغامر المغامر اللام ساكنة والميم عليها ضمة متحركة الحصان الحصان اللام سمعناه صوتها وهي ساكنة والحاء عليها كسرة الآن سأغني لكم أغنية اللام الشمسية ثم رددوها معي اللام الشمسية اللام الشمسية مكارة ولعبية نكتبها ما ننطقها وحرفها آهية التق والثاء الدل والذال الرق والزاي السين والشين الصد والضاد الطق والضاء اللام والنون سأغنيها مرة أخرى حتى نحفظها عفواً سأغني أغنية اللام القمرية الآن حتى نحفظها كما حفظنا اللام الشمسية اللام القمرية حلوة ومسلية نكتبها وننطقها وحرفها آهية الألف والباء جمحة خاء العين والغين فأقف كاف نيم هاء واوياء شكراً جزيلاً لحسن استماعكم وبالنجاح والتوفيق بإذن الله أرجو مشاهدة الفيديوهات الآتية الموجودة على هذه الصفحة وحل صد تسعة وتمانين وتسعين تسعة وتمانين وتسعين في الكتاب المدرسي